وانت قاعد مع صحابي فواحد فيهم قال لي هقول لك سر وما تقولش الحد وهو سر اللقائمات بطريقة اقتصادية قولوا لنا اسمه ايه عندكم? كمان سر عسل الحلويات اللي انا قدر نخزنه طبعا افجرت شوية عشان هرجعهم بقى للراجل حطوهم بايه بايش روح للعسل بتاعنا هنحط كبات سكر تموين وكبات مية لغوز لغوز وانسابه من نص ساعة لما نجهز لعجنة بتاعتنا هنحط كبات دي ونص كبات نشا ومعلقتين سكر تموين ومعلقة صغيرة خميرة فورية واختياري معلقتين لبن جاموسة مجففة هتلغوز لغوز بعد كده نحط كبات مية انا حطيت نصها وبعد كده حطيت النص التاني انت حطها كلها بطة الهبل اول لما يبقى قومها كده هنسابها تتخمر النص ساعة وفي العسل هنشوف يوفير غاون من فوق ممكن نصف فيها ونحط في شريحة لمون صغيرة ورشة فانيليا ثايلة لغوز لغوز وبالزبط كمان عشر دقيقة هتلاقي بالقامل اللي انت شايفه ده ولو سيبت وقت اقل على النار هيبقى بالقامل خفيف بعد جاء حطيتهم في كيس وقلت اجرب طريقة وطبعا عاجلة ما كانتش تقيلة كفاية في عملية بيتزا هكي عملتها بالطريقة العادية اللي هي المعلقة ونحط فيها مية زي ما انتم شايفين ولو عندكم طريقة اسهل يبقى قولنا